تقرير أممي جديد يتهم أمريكا والغرب بالتسبب في تفاقم أزمة اللاجئين حول العالم التقرير يرصد التدخلات العسكرية في دول أصبحت فيما بعد بؤر لتصدير النازحين بالملايين يرصد التقرير تفصيليا تدخلات الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين عسكريا في العراق وأفغانستان فضلا عن رعاية قوات مناهضة للحكومة في غرب آسيا وشمال إفريقيا والانخراط بشكل مباشر في الحرب السورية وكذلك التدخلات في شؤون الداخلية لفنزويلا كل هذا فجر الأوضاع الداخلية لتلك البلاد ما أدى لنزوح الملايين بعضهم يظل عالقا لشهور في معسكرات الترحيل مما يزيد على معاناته معاناة إضافية نحن عالقون في هذا المكان منذ فترة طويلة نأكل ونشرب في نفس المكان يقولون لنا علينا أن ننتظر لشهرين هذه كذبة لا يريدون إعطاءنا أي ممر آمن لا يراعوا أنه يوجد هنا أطفال مرضى وكبار سن يتدورون جوعة يقول النقاد أن سياسة الولايات المتحدة بشأن اللاجئين أصبحت قضية سياسية حزبية يستخدمها الجمهوريون ضد الديمقراطيين أو العكس لكنها لم تعد قضية إنسانية على الإطلاق وتقول مفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة أن النزاعات والاضطرابات تسببت في نزوح نحو 100 مليون شخص حول العالم بما يعني نزوح شخص من بين كل 78 شخصا في العالم التقرير الأممي لم يتجاهل نحو 7 ملايين أوكرانيين نزحوا داخل بلادهم إضافة لهجرة 6 ملايين إلى خارج البلاد بسبب العمليات العسكرية الروسية المستمرة هناك منذ فبراير الماضي وهو ما تصفه الأمم المتحدة بأكبر حركة نزوح جماعي في العالم منذ الحرب العالمية الثانية ترجمة نانسي قنقر